اشتركوا في القناة كتير أكيد يعني جهد سنين سنين الكتاب السمتي لأربع أجزاء احكينا عن هذه الأجزاء يعني أنا اتعمدت من أربع أجزاء لحتى يتعرف القارئ على نوعية الكتابات اللي بكتبها انه مش نوع واحد يعني بكتب الرومانس بكتب القصص الواقعية بهتم بقضايا المرأة يعني بكتب كل المجالات فحبيت القارئ يتعرف على كتباتي بكتاب واحد فعشان هيكي عملت من أربع أجزاء اللي هي رسائل اللي هي مجهول عشرين رسالة مجهول؟ مجهول ملا موجود لا أكيد مجهول أنا حكيت لك من الحلقة الماضية انه المجهول أكيد بعطينا حافز لحتى نكتب ننصدم بالواقع لا نتخيل مجهول أحسن لا الخيال بعطينا مجال أنه نكتب ونصرح وداما الخيال أجمل من الواقع القسم الثاني اللي هو عشاق واحتراق اللي هو همسات عمل مشترك مع الناقد والرواية أحمد دحبور طبعا فيه كمية عالية من الحب والرومانس القسم الثالث اللي هي قصص الواقعية قصص الصديقات قصص المخيم قدروا وفتحوا لك قلبهم أكيد وكان حتى من الإهداء وانتبهت على الإهداء غير تقليدي إهداء لصديقاتك لقلوب ما زالت تنبض بالحب وشكر الخاص لكل من ساعد في نشر هذا الكتاب الصديق مختار العالم للصديقات اللواتي فتحنا قلوبهن كي يخرجنا ما بها فكانت هذه الحكاية حيلا القسم الرابع اللي هو خواطر حديث النفس والروح يعني أنا بشوف الإقبال كتير والكلمات الحب بتكون يعني تلامس قلوب الشباب والصباي وحتى فئات الأعمار المختلفة طيب هنا حبيت شغلة أنه أنت الحب عندك غير مرتبط في الخطيئة هاي تعتبر جراءة الحب في وطني خطيئة من تحب ترجم بالحجارة وأمي تزغرت لأخي إن أحب وتطلب البشارة الحب عند أمي مصخرة يحتاج عصا لا قيثارة وأمي لا تكتفي إن أحب أخي تبني له بيتا وعمارة أنا بشوف حتى الحب دائما مرتبط بالخطيئة مع المرأة مع أنه عمل يعني هو مشاعر إنسانية بين اتنين لكن في كتير لما ابنها بحب إنها بترحب والأمر بيكون عادي وكأنه خطيئة لكن هو مشاعر إنسانية راقية لكن ممكن طريقة ممارستهم للحب بيخلي نظرة اللي حواليهم أنه يشوفوه خاطئ لكن هو مشاعر إنسانية راقية والحب المفروض إحنا نعلن عنه بيقوه مثل ما بنعلن عن الكرة يعني الناس بتعلن عن الكرة بصورة طبيعية بكره فلان بكره علان لكن يخجلوا إنهم يعترفوا بالحب صحيح الخواطر اللي كتبتيها كمان فيها كتير هيك كلتها مشاعر يعني أنا بشوف مشاعر هلأ ممكن إحنا المشاعر هاي تتفسر إذا كنت بحب بلدي تتفسر لبلدي إذا كنت بحب شخص تتفسر لشخص في منها موبهم هلوين هي تعبر عن داخلك؟ أكيد تعبر عن شخصيتي أنا إنسانة تؤمن بالحب وكتير بعبر عن اللي حوالي يعني مشاعر كتير اللي قصص اللي حوالي بتوحيلي بإني أكتب كتير خواطر المال القصص اللي شاركتك فيهم بنات المخيم وخلوكي يعني فتحوا لك قلبهم وأكيد هذا كان إشي يعني زي بقولوا فضفض منهم فحرفت فيها ولا نقلتها بس بطريقتك؟ يعني هي القصة واقعية بحذفيرها لكن أكيد أنا لإني كاتب بكتبها بطريقتي بطريقتي يعني بكتبها لكن هي القصة واقعية ما يعني ما كنت أجملها إلا بالشيء اللي تطلب الأدب يعني بس لو هيك الكتب مثلا تمسكي أكتر أكتر جزء من هدول الأجزاء الأربعة يعني يعني بفرض شخصيتها فيه لا القصص كلها أنا بنت مخيم وكثير يعني كنت عايش بمخيم أكيد بعاني فأي قصة كانت تكون يعني أتفاعل معها وأكيد مشاعر الحب والإنسانية اللي هي حديث النفس والروح حتى الرسائل إلى مجهول أكيد بتعبر عن شخصيتي قضايا المرأة ما نسيتيها بالكتاب لا طبعا موجودة زواج عرفي اللي أنا بوجهه رسالي لحواء بأنها دوما هي الخاسرة أنا بحاول أعطيها صفعة إنه أصحي الرجل دائما غلطة لكن المرأة اسمها يرتبط بالفضيلة والشرف والخطيئة برفض مثلا موضوع أنا مش ضد الشرع برفض موضوع الزوجة الثانية اللي هي يعني يعني شرعنا أكيد بحل الأربعة لكن أحيانا تدخل الزوجة الثانية على بيت ممكن تدمره أو أنا دائما بحط حالي بموقف حد بطلبني زوجة ثانية فأنا كرسالة برد عليه إنه لا أرضى أن أكون كفة بالميزان لا أرضى أن أكون الرقم الثاني في جدول الضرب لأرضى أن أكون أنا الأخرى حلو يعني عندي أفكار أنا طبعا بحتفظ فيها لنفسي لكن كل إنسان حر برأيه مثلا تعرضت لمشكلة لقيطة لقيطة إنسانة موجودة بالحياة لكنها بالدهاليز المظلمة أنا بعتبرها إنسانة مش يعني مش ظاهرة ما أحد مهتم فيها ما أحد يفكر فيها فأنا تلبست إني لقيطة وكتبت رسالة إنه أنا موجودة هذا أول كتاب لإلك أعرضتي قبل ما تقرري إنه اليوم حيكون الإصدار لإله إن على بعض النقاد والكتاب أخذت رأيهم فيه؟ من ناحية لغوية من ناحية لغوية فقط خايفة اليوم إنه مثلا ما يعجب البعض لأنه فيه فيه حب فيه جراءة فيه لا أكيد كمان لله يعني كل يعني أكبر الشعراء والأدباء أكيد بتعرضوا للنقد لكن أنا ممكن الكلمات اللي كاتبتها بإحساس عالي أكيد بتوصل صحيح عالم الفيسبوك مش هو كل العالم لكنه هو جزء من العالم وأنا عندي صارت مجموعة كبيرة إنها يعني مشوف كتباتي إلها صدى عند جميع الأعمار الشباب الكبار فكل المستويات اليوم ما رح يكون مجال أصلا لنقد الكتاب هو حفل توقيع وإشهار لكن بعدها ممكن أنا طبعا عدوة بملتق الحدث الثقافي مقر نتاج الثقافي فكل ثلاثة إحنا بنعمل زي نقد للقصة نقد للكتاب أكيد رح ألتقي مع كل الأصدقاء والصديقات ويسألوني ونحكي على الكتاب مين من الكاتبات بالعربيات بتحبيهم بتتابعي لهم إصداراتهم يعني سميحة خريس من الأردن أحلام مستغنة أكيد في بنت الشاطئ من مصر أكيد في بسمة لنسور كثير في أسماء بالأردن أنا جدا يعني بحب كتاباتهم وبتشتري لهم دائما بتشوف إيش أحدث إصداراتهم حاليا يعني بصراحة يعني كل على الفيس لكن أنا بهتم إنه لما يكون في إصدار الكتاب يعني يكون عندي موجود لازم الكتاب بالإيد أكيد يعني أحيان بحل إنه إله رائحة خاصة أو يعني بمل من الفيس فبلجأ للكتاب لو قلت لك هلأ هيك سمعينا شي من اللي كاتبتي إيش بالضبط رح نسمع منك ما نشوف إيش إيش إعتماد داخليتها نزوة لبست جمالها تعطرت بدلالها وتأنقت لخيالها فارسها على الجهة المقابلة سن سيفه واعتلى صهوة جواده كلاهما اختار قناعا ليختفي وراءه ليعتليا سقف السقوط حلما بليلة مجنونة والجنون كان حاضرا متأنقا تغافلا عن كل شيء الأعراء التقاليد الضمير والأهم مخافة الله لكن دوء النهار حل وحلم الشوق واللهفة طم ولم يبقى إلا السراب وعندما تعافت وطالبتهم بعقابها علها ترتاح كان فارسها أسرعهم بالرجم بما أنك أنت فخورة في كونك بنت المخيم أكيد وين الوطن بهذا الكتاب بأي جزء أكيد قصص المخيم هي تعبر عن معاناة الشعب بأكمله ترك أرضه ووطنه وعاش المرار والجوع والقهر بالمخيم فصارت هذه الحكاية التي هي مؤلمة هي عبارة عن حكايات يعني عن الوطن عن البعد عن الوطن هي نتيجة بعدنا أكيد عن الوطن وعن البلادنا الأصلية أكيد صار فيه معاناة وصار فيه قهر وصار فيه جوع يعني هيك مثال ما هو الأصل للمستك من الداخل من قصص المخيم رسمية والعنب المر قالت أتعرفين أننا شعب مشرد نعيش الشتات قدرنا رسم لنا طريق التشرد والضياع في المخيمات جميع البيوت متراسقة ورائحة الطعام تدخل أنوفنا رغما عننا الكل في حالة فقر متفاوت بين عائلة وأخرى كنت أمر من أمام دكان أبو سعيد بائع الخضار ولا أنظر كثيرا إليه فهو لا يعنيني بشيء وأخشى أن تشتهي نفسي شيئا لا تستطيع أمي شراءه لي ولا أعلم ما الذي حصل عندما شاهدت صندوق العنب الأسود وقطوفه التي أخذت تطاراقس أمام عيني كما الحلم كل الجيران تهافت للشراء عدا أمي والسبب أظنه لم يعد خافيا عليكم لا يوجد دينمال بكيت لأنني اشتهيت العنب مما اضطر أمي أن تضربني لأصمت وصمت ونمت وقطوف العنب الأسود تنام معي أحس بطعمها في فمي في الصباح فاجأتني أمي بشرائها العنب صدقوني أكلت ولم أشعر سوى بالمرار أكلت لم يكن للعنب طعم في فمي أكلت وكلي ألم كان الحزن يقتلني وما زال موسم العنب وكلما رأيت عنبا أسود أتذكر وأتحسر على طفولتي وعلى قدر شعب ترك أرضه المليئة بالخيرات ليعيش الحرمان والجوع والتشرد هذه قصة طبعا لصديقة مقربة جدا لها قصتين بالكتاب رسميا أول إهداء لمن كان؟ للوالدة فرصة أني أصبح عليها الله خليك يا إطول بمرها طبعا أم الغالية الحبيبة لكي نبض قلبي وروحي اضطريت أني أوقع وهي مش موجودة لأني بعدها كان لازم أعطي كتب للي بدهم يعرفوا عني اليوم فقبل ما أوقع لهم الكتاب وقعته للوالدة وحتفصت فيه أكيد واليوم مرة أهدية إن شاء الله طب هل بدأت بعصف ذهني وفكري للتحضير للكتاب الثاني لحضرتك؟ يعني في عندي فكرتين بجوله بخاطري أكيد قصص المخيم نساء المخيم واضح أنه فيه قصص كتير هو فيه كتير قصص لكن أنا اخترت يمكن ستة أو سبعة لا أفرض لهم الكتاب وحاليا مركزة على شيء اللي هو القصة القصيرة جدا أنا كنت فكرته ومضة لكن الناقد أحمد الغماز وجهني أنه هاي يعني مش أي حد ممكن يكون كتير معروف فيها أو مثلا تطلع معاه فأنا مركزة اللي هي على القصة القصيرة جدا اللي هي الومضة مثلا زي اللي أنا حطته بآخر الكتاب أهرب منك لأنساك تجتاحني أكثر وأحبك أكثر الفقر يصنع المعجزات يخرج من بطن الجوع عظماء حبيب الروحي أدعوك أن تزورني حلوما لا أطمع بالمزيد الكتاب كله رح يكون بس ومضات اللي هي القصة القصيرة جدا حيضو حيضو أهرب منك لأنساك أه تجتاحني أكثر وأحبوك أكثر هاي عجبتك شكلها أكيد كلها رح تتروح بين الرومانسية وحب الوطن والإنسان يعني كلها رح تكون ومضات صغيرة إن شاء الله وكل القصص المخيم إن شاء الله نحنا اليوم نرجع منذكر أنه اليوم الساعة السادسة في المكتب الوطني إن شاء الله رح يكون حفل توقيع وإشهار كتاب رسائل إلى مجهول الكاتبة بنت المخيم رسائل أدي اعتماد سرسك نحنا نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله إن شاء الله إن السنة الجاي بتكوني عندنا هون بإصدارك الثاني أشكرك وكل التوفيق لإليك اليوم ودائما أشكرك شكرا لقناة رؤيك أحنا سألتك